كابتن أحمد عزيك باية تحكي لي أول مباراة شاركت فيها أساسي أكيد يعني لها معك ذكريت كتير ويعني أكيد كنت حسس أحساس مختلف خالص أكيد أول مباراة لها كت في الكاس مع أبو إير الأسمدة فمن قبلها بكم يوم أنا كان فيه برضو منتخب وكان فيه شوية ظروف كده حطتني إن أنا كون موجود فمن التمارين من قبلها بيومين لقيت نفس إن أنا موجود في الفريق الأساسي وأنا لسه طالع ما بقلش عشر أيام يعني فالفكرة بالنسبة لي كانت مختلفة شوية وقبلها بيوم قبل الماتش لقيت برضو نفس الكلام موجود لقيت كابتن سامي قمصان جاي بصراحة بيتكلم معايا قال لي يا ابن المعزوزة ومش عارف إيه يركز بدأ يفكني شوية كده وخلاص أنا تحطيت في أمر واقع إن أنا أكون موجود بكرة وخلاص بدأ تركز مش متانش لا بدأ تركز وأفكر في الماتش كويس قوي كل اللي أنا كنت بعمله بأيام من ماتشات النشئين أنا كنت بعمله بالليل ما ما غيرتش حاجة مش عايزة اللي هو تنشين أعمل أي حاجة تخلي شكل وحش لا أنا بعمل حاجة بالليل كنت بعمل هي أي حاجة كنت عايش حقاتي بشكل طبيعي لكن بتركيز أكتر وظهرت بشكل كويس يعني الحمد لله في الماتش ده وكسبنا فماتش عمري بصراحة ما نسألة إن ده وماتش اللي معنا دي لا بعد الأداء فعلاً لكل الناس يعني اتكلمت عليك يومها عايزة أعرف بقى عمتاً الفيدباك اللي جالك والمكالمات وكل الناس أول مباراة دي بالنسبة لك أكيد كان لها طابع مختلف بالنسبة للناس أو ردود أفعال الناس عليها أنا جالي جالي حاجات كتير جداً جمهوري النادي الأهلي وزميلي وأهلي وكل الناس هما فجأة لقوا الموضوع ما كانش مسمع قوي إن حد طالع ولا كان في حد ناشئين هما فجأة لقوا حد في الملعب كده وده أنا كنت مبسوط منه دايماً كنت أنا عايزة أطلع إيه اللي هو أطلع أنا عايزة أطلع بأدائي مش عايزة أطلع بأحد الصحف يتكلم على أي حاجة أتكلم على أنا كنت بأرفه ده أحد يقول لي عايزين نعرف الناس بيكم مش عارب إيه دايماً بقول له إن شاء الله أنا أعرفهم في الملعب فالفيدباك زي ما بتقولي كان حاجة كويسة جداً وبالذات الفترة الأخيرة دي أنا مش متخيل كل الدعم ده من جمهوري النادي الأهلي فالحمد لله يعني وبإذن الله أكون عنده حسنون زنام الفترة الجاية وإن شاء الله يكون تفاصيل أكتر بإذن الله يعني